تغطلع الصفوف الأمامية بجهود كبيرة للتخفيف من آثار جائحة كورونا حيث تتعاون الجهات المعنية كافة في مملكة البحرين تحت مظلة فريق البحرين للتصدي بكل عزم لفيروس كورونا الصفوف الأمامية عبارة تم تدولها بين الناس لمواطنين ومواطنات يلبون واجبهم كل من مكانه ودوره في مكافحة الجائحة هم أبناء وبنات البحرين الذين يقفون صفا واحدا منعا وهدفهم حفظ صحة المجتمع وإرشاده لسبل الوقاية في مقدمة الصفوف الأمامية في خضم هذه الجائحة كانت ولا تزال الكوادر الصحية الوطنية هي الحائط الذي يحول بين الفيروس والمواطنين فقامت جميع الكوادر الصحية بمواصلة عملها من مختلف المواقع حرصا منها على تقديم الرعاية الصحية رغم الظروف وهما أثبتته الإجراءات والأساليب المتبعة لتقديم الخدمة العلاجية ومكافحة فيروس كورونا وكجهة تنفيذية القرارات الصادرة من قبل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا تقوم وزارة الداخلية بالحملة التوعوية وإنفاذ القانون لكل المخالفين للإجراءات المعلن عنها بالإضافة إلى حملات التعقيم وتقديم واجبهم الأمني تجاه المجتمع بالرغم من الجائحة وبذلك يتضلع رجال الأمن بالعدد من المهام التي تسند الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من جهة أخرى تتضلع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمهامها كعنصر هام في الصفوف الأمامية ويأتي ذلك من خلال الحمالات التفتيشية للمنشآت التجارية للتأكد من تحقيق هذه القرارات والإجتراضات المعلن عنها لوقف تفشي الفيروس الأمر الذي بارز من خلال إغلاق المنشآت المخالفة وضبان إنسيابية السلع في السوق البحراني رغم الظروف التي تحيط بالعالم نحن العمر لمركز الأخبار بمثابة مركز طبي شامل ومتكامل في قسم متابعة الحالات القائمة بعد ثبوت إصابتها بالفيروس وان بين الصفوف الأمامية تتواجد وزارة الإعلام بتمارس دورها ومسؤوليتها المجتمعية في نقل الأخبار والأحداث للمشاهدين وتوعيتهم فكل مؤتمر صحفي ينقل بسواعد الصفوف الأمامية للجميع وكل حصة متلفزة أسهم العاملون في وزارة الإعلام في ظهورها للعلن وكل مراسل ينقل الحدث من الميدان هو عنصر هام يطلع بمهامه وواجباته الوطنية وكل تلك الجهود التنسيقية بين مختلف الجهات في الصفوف الأمامية هي ثمرة لقيادة وتوجيهات قائد لفريق البحرين هو اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يقود فريق البحرين بحنكة وعزيمة ما نتج عنه نسيج متوائم من الجهود في الصفوف الأمامية وشكل رداء أن نرتديه فخرا بأبناء البحرين في الصفوف الأمامية